فرحت الرضا اللي كان واقف بعيد عن بيتي فباوعلو وقال عرفتلي شما دخلت لبيتك فقلت له تمام هاي اول مرة تصير هيشي حادثة بس كلمت عامل حتى يجي وينظف المكان اووو فوف شنه الصباح اللي يعكر مزاجي وفجأة الرضا قاطعنا وقال عمران باوعت له وشفت لهنا نخطف فتعجبت وقلت له اهلا الرضا شبيك شكو فاشارلي عالشباك اللي موجود ببيتي فلما التفتتلي ورا حتى يشوف رضا على شنه هناك كانت الصدمة فلما أشل على الشباك التفت علي وقاله هو مرتبك هذه هي البنت اللي لقيتها بصندوق الشاحنة هاي هي اللي قعدت ببيتك فالتفتت لي وراء وشفت هواقفة عندي الشباك بشعارها الطويل اللي كان سوادة مخيف وعيونها اللي كانت شبه متواهجة وللأمانة منظرها فعلا كان مرعب ولكن لأنه بخلي احتمال انه هي متسولة فأكيد ما رح تهتم بنفسها فقلت الرضا اي هي لهذا السبب طلبت منك تجيب الاغراض لا تشوفها هي هي مجرد طفلة بريئة وبراءتها متأكد رح تأثر عليك وتخليك تشفق عليها بعد مسكن من يا اختي رضا واخذنا للجهة الثانية من السيارة بحيث ما تشوفني وهزن بقوة وهو مخلي عينه بعيني يا غبي اصحى انت متأكد انه هاي بشر مثلني اسألك بالله هذا شكل انساني بنت شفتها باخر الليل شنو تتوقع تكون فقلت لها شبيك رضا شنو اللي مبشر تراها مجرد طفلة وما عندها واحد يهتم بيها على العموم تعال خلينا اخذها للشرطة وهم يتصرفون لان ما اقدر اخليها عندي وخلي شي صير خلي يصير لا اروح لوحد اكله شي صير انا ما ادخل لهذا البيت ما دام هي موجودة بي فقلت لها رضا لا تصير جبان معقول انت خايف من طفلة لو فوقها تقل لي هاي مبشر مثلني واضح انك متأثر هواي بالافلام اه صراحة ممكن اكون بالغتي شوي لكن شكلها فعلا يخوف وخوفني فباوعت علي وقلت لمشي قدامي يلا همشي وتوجهنا للبيت ولكن اثناء مشيني اوقفني اتصال المدير علي بلغني انه اكو مشكلة صارت ولازم اني اتواجد فباوعت على الرضا وقلت لي المدير يدني لازم اروح له بلغني انه اكو مشكلة ولازم اني اتواجد حلو اجيوا ياك لان حتى اني تارك اشغالي وجايوا ياك خلي نخلص شغلني ونرجع نشوف لنا حل مع هاي البنت فقلت لها تمام واخذت مننا الاغراض ورجعت للبيت حتى اخليهم هناك واتجهت الغرفتها مباشرة ولزمت مقبض الباب حتى فتحي لكن اتفاجأت انه هو مغفل استغربت وبديت اناديها انت هنا اني عمران افتح الباب فسمعتها تردد بكلمة لا لا استغربت من تصرفها وتوقعتها خافت من رضاي لذلك ما اهتميت لهذا السبب تركت الاغراض ومشيت لان المدير ازعجني باتصالاته وصلت لمكتب المدير وقال لي عن المشكلة وجبت الاوراق اللازمة واثبتت لي انه كل شي موثق وبالفعل طلع اكو سوء تفاهم واني طلعت بريء ولكن فجأة المدير لزم ايدي وهو مستغرب وقال عمران شنو هذا الدم اللي بايدك فبوعت على ايدي وبالفعل كانت اكو بقعة الدم تشوش راسي واني احاول افكر شلون اجي هذا الدم اللي ايدي وفجأة اذكرت القطة اللي ماتت قدام باب بيتي طبعا بهل اثناء المدير لازم ايدي يباوعلي فاكيد اني مرتبك فقلت لذكرت الصبح كانت اكو قطة ميتة قدام بيتي ودمها كان منتشر بكل مكان اتوقع اني لزمي تشيب ايدي او مادري ناسي صراحة اظن انه من ملامح وجه اللي كانت باهته واضح انه صاير لشي لهذا السبب المدير بدأ يسألني صايروا ياك شي شفيت شي لا يكون صايروا ياك شي لما رجعت بالطريق اللي يمر على وادي عبقر وهنا رفت عيني عليه وادي عبقر اللي حذرتني منه ليش شنو قصة هذا الوادي لما راد يجاوبني عن قصة وادي عبقر وشنو الاسرار اللي بي فجأة قاطع اتصال وبسبب هذا الاتصال افطري يتركني ويروح وقال لنأجل الموضوع البعدين تركنا حايروا براسي مليون استفهام وسؤال للامانة ما قدرت انتظر اكثر وفكرت اروح ابحث عن وادي عبقر عن نت لان فجأة اجاني شعور غريب وبديت اربط الكلام اللي قال رضي ويا وادي عبقر لما قلني انه هاي احتمال تكون مو بشر ولكن ما اعرف شنو اللي يربط بين هاي البنت وهذا الوادي ولكن دا امشي ورح ساسي فقط وبالفعل اخذت لابتوب من احد الزملاء وقعدت حتى ابحث عن هذا الوادي وشنو قصته وشنو هي الاسرار اللي بي والامانة كانت قصص ومواضيع هواي وكلها كانت تتعلق بالعالم السفلي والجين والعفاريت بديت اتعمق اكثر واكثر واشوف صور ومقاطع فيديو وما انكر انه حسيت بوقتها كل شي عرب جسمي وقفت بسبب كمية الرعب اللي موجودة بين هالسطور اللي قريتها والفيديوات اللي شفتها واللي فهمت انه اكو بعض العفاريت تتزوج من البشر وهذا حالتها نادرة جدا فالطفل اللي يجي بسبب التزاوج هذا حامل لصفات الطرفين يعني نص بشري والنص الاخر عفريت وكانوا كاتبين عدة صفات يحملها هذا الطفل من ضمنها انه يتغذى على دماء الحيوانات وبمجرد ما قريت هالكلمة اختنقت وما قدرت تتنفس واصلا ما قدرت تكمل قراءة فتركت اللابتوب وصرت تمسح وجهي واني مرتعب وعاجزة تخيل انه البنت اللي موجودة وياي بالبيت واني مسكنها عندي هي ابنت عفريت لين كل الصفات اللي قريتها مطابقة وموجودة بيها من بعد ما قريت هاي المواضيع حسيت انه اجاني كف وصحاني على وضعي كل شي كنت مستغرب منه هسه اجتني اجابته اجبالي لمن العامل قللي انه باب صندوق الشاحنة مفتوح واني متأكد اني قفلتها زين وهذا اكيد من فعل هاي البنت واكيد هي اللي طلعت من ذاك الوادي وقدرت تدخل للصندوق بدون علم حد وكذلك اجبالي واذكرت شراستها وهي ماخذة زبالة جلكم الله مصدر طعاملها وهذا كله على صفحة وشعرها واظافرها وشكلها على صفحة ثانية كان المفترض من زمان اعرف هالشي وما قاعدها ببيتي لكن انخداعت بيها وبراءتها فدقيت على رضا وطلبت مني يترك كل شي بايده مباشرة يتجيها البيتي واني همات مباشرة اتوجهت للبيت لما وصلنا البيتي كان وقت الغروب فرضا قال لي وصلنا للبيت بوقت الظلمة لو جايين من وقت كان قدرنا نتجاوزها بسهولة لان الان فعلا احس راح يكون ابطال لفيلم رعوب فقيت لها بصوت خافت رجاء لا زايدها علي بديت احصن نفسي واقرأ المعوذات وبحكم نظرت الها تغيرت وما صرت اشوفها طفلة بريئة وانا ما صرت اشوفها بنت عفريت وتمتلك روح شريرة وبحركة بسيطة منها ممكن تقتلني صراحة كنت ميت خوف وكل خلية بجسمي كانت ترتجف قدمت للغرفة اللي تركتها بيها ورضا كان وراي وفجأة ارعبنا بصوتها لما قال دم مقبض الباب بدم توسعت عيوني وذكرت بوقعة الدم اللي كانت بايدي وما عرفت من وين جت بلعت ريقي بخوف لاني متأكد انه خلف هذا الباب اكو كارثة واكيد اكو منظر رح يخلي جسمي كله يقشعر ومع ذلك اتجرأت وفتحت الباب شوي شوي وكنت متوقع شوف الطفلة موجودة ولكن انصدمت باللي شفته ارضية الغرفة كانت كلها متلوثة بالدم وكأنه اكو جريمة صارت هنا والريحة كانت مالية كل الغرفة فبسرعة رفحت طرف البلوزة مالتي وغطيت بيها امفي وتقدمت وهنا حسيت اني دست على شي نزلت نظري الاسفل وانصعقت وانصدمت لما شفت رجليين القطة على ارض فاللي فهمت ان القطة اللي شفتها اليوم ميتة قدام بيتي ما داستها سيارة ولا لانه اكو كلب هاجمها وقتلها اللي سوى كل هذا الشي هاي الطفل اللي موجودة ويعيب نفس البيت واكيد كانت تتغذى عليها كنت مصدومة وعاجزة تخيل شكلها وهي تتغذى عليها وبهذه اللحظة تحديدا صرخ رضا بخوف ودخل للغرفة وسد الباب بسرعة وبواعت علي كان يرجف فقال لي اسمع وكأني سمعت صوتها وهي تضحك وحكتها غريبة يا اخي مو متطمن لها البنت بعد انتبه على الدم اللي موجودة على الارض واللي هي اثار قتل القطة عمران شين هاذ الدم فبواعت عليه وقلت له اسمع انا اعتذر لاني ضميت عليك وحطيتك بموقف مو المفروض تكون بي بس ارجوك حصن نفسك ولا تبيني لها شي وبديت اسرد لك كل شي واسولف ليه بسرعة تراها جنية مثل ما انت قلت ولكن النصف الاخر منها عفريت ونصف منها انسان ولو عرفت انه احنا اكتشفنا هذا الشي عنها فاكيد راح تأذينه والقطة اللي شفناها مقتولة الصباح هي اللي قتلتها حتى تتغذى عليها واكو هواي اشياء عنها بعدين اقول لك عنها بس بالبداية خلينا تخلص منها تغيل لون وجه رضي وتجمد بمكانه كان عاجز كليا عن الكلام وبدأي تأتي فتقدمت له وبدأت اضربه على خده حتى يخليه انتبهه لي وقلت له رضي قالو انتبه قلت لك حصن نفسك ولا تبيني لها ترى غلطة واحدة ممكن تخرب كل خطتي فالتفت عليه هو يبوعل بنظرة حادة وقال خطتي يعني كل هذه خطتي ليش ما قلت لي عن كل هالأمور ليش تخليني بالواقع وليش ورطتني وياك وبدأ يدفعني وهو يصرخ بوجهي يا اخي ما اريد اكون وياك بخطتك وكنت احاول اهدي واعتذر مني لكنه كان منفعل وما قلو مصراحة واشتد الكلام بيني ولكن فجأة دخلت علينا البنت وبوعتني بنظرات بريئة انه رضا صدمنا من شكلها اللي كان مرتب ونظيف وكأنه هالمرة بينتنا الجانب البشري منه تبهت على شعارها اللي كان غير مرتب شفتها رابطته بعدها انتبهت على اظافرها اللي صار وقصار مطوال مثل اللي شفتها اول مرة كل شي بيها تغير حرفيا وكانها فعلا انسانة بريئة اضطريت امثل وتصنعت الابتسامة وتقدمت لها كنت احس ان رجليه ثقيلة وماتت تتقدم ولكني كنت اجبر نفسي ابتسمت لها ابتسامة مزيفة وقلت لها عرفت على صديقي رضا واشرت على رضا اللي كان لازم نفسه بصعوبه يباوع لبكره وحقت باعت على رضا بنظرة حادة حتى يباوع عليها ويرحب بيها ولكن شفت اطراف رضا يعني غجلية ويديها بدت ترتجف وبدأ يتراجع شوي شوي اللي ورا ويقشر عليها ويقل لي عمران واخرها عني ليش دت باوع عليها هيك وبمجرد ما قال هذا الكلام توهجت عيونها وبدت تتقدم باتجاهها بخطوات بطيعة ازداد روع برضا وبدأ يرجع لي ورا بسرعة وكنت اسمع صوته وهو يقرى المعوذات عن نفسي خفت على رضا منها لاني شفت غضبها وما عندي اي فكرة شنو ممكن تسوي فقطعت طريقة وقفت بينها وبين رضا اللي كان يبعد عنها بمسافة فقلت لها بدو عجبتش الاغراض اللي جاب لتياها الرضا ولكنها فجأة انزفرت بصوت عالي وبدأت تردد اسم رضا بشكل مرعب ومخيف هنا حسيت ان رضا راح يشوف الموت فاتقدمت له ولزا امتيده حتى احميه ونطلع من الغرفة ولكنه من شدة الخوف بدأ يصرخ ويقرى المعوذات بصوت عالي وكأنه يريد يزعجها وهي فعلا انزعجت وحسيتها راح تنفجر حطت ايديها على اذنها وبقت تتقدم باتجاه رضا وبمجرد ما ابعدتني عن رضا اتقربت من وجهه وخرمشته باظافرها هنا رضا بدأ يصرخ صراخ كلش قوم للألم لدرجة انه نبرد صوته اتغيرت من شدة ألمه وصراقه انصدمت وبسرعة قمت من مكاني واتجهت لهم وبوقتها حسيت اني تايه وما اعرف شنا سوي ما اعرف الشيون راح حل هذا الموقف وصرت تنفس بصعوبة بعدها اخذت نفس عميق وتكلمت بهدو وقلت لها انا عمران ابتعدي عنه هذا صديقي ما راح يأذيك واني همات تعرفيني ما اضربك ولا اذيك اتركيه لو سمحتي ارجوكي اتركيه انتي طول اليوم كنت يمي شفتيني اذيتش او ضربتش ما سويتلك اي شي فابتعدي عنه وهنا فعلا بدأت تستجيب لي وبدأت تبتعد عنه شوي شوي وبدا يتلاشى غضبها التفتت على رضا اللي كان لازم وجهه واقع على الارض فرحت لها مباشرة وخرت ايديه ولكن ما قدرت اشوف المنظر اللي قدامي لان وجه رضا بالكامل تشوه فقلت له انا اسف ادري كل هاي الاشياء صارت بسببي صدقني ان ما توقعت تصير كل هاي الامور اسح بيدو دفعني بقوة وفجأة سمعنا صوت الباب الخارجي فكنا بوعا على بابي وغرفه وكنا منتظرين الشخص اللي راح يدخل وفعلا دخل هذا الشخص اللي كان جسمه ضخم وملامح وجهه حادة بالرغم انه شايب لكن واضح علي القوة فبوع البنت الجنية بنظرة حادة لدرجة اني حسيت انها خافت منه لا فعلا هي خافت منه وبدأت تتراجع لي وراه فهي الشرل بعيونه وفهمت قصده لاني اعرفه هذا ابو عباس فقمت ولزمت رضا بالرغم انه عنيد ومصر لكني غصبا علي لزمت يدي وطلعنا من الغرفة وركبنا بالسيارة فكنت حاول اخلي المفتاح لكني من شدة خوفي كنت ارتجف لدرجة اني كل ما احاول اخلي المفتاح يوقع من ايدي فانتبه رضا لهذا الموضوع واستغرب من الموضوع وقال كل هاي الاحداث اللي صارت جوه ما خلتك تخاف شلون هسا خفت لما انطلع عنه شنو اللي يخوفك منو هذا الشخص اللي دخل البيتك وحنا طلعناه فهدئت وسكتت بعدها شغالت السيارة وما رديت على اسئلة رضا وبقيت صامت فهو انصدم فقال لي عمران شنو اللي ضام عني قولي بسرعة فجأة انفعلت وصراخت بسرعة قتلى لانها راح تموت ابو عباس اجي حتى يقتلها ويمحيها من هاي الحياة ضميري انبني لاني راح اسمح بموتها فتوسعت عيون رضا هو مصدوم وقال يقتلها زين من هو اصلا هذا ابو عباس شديت شعر راس بقوة واني اضرب على الشباك وصرت تصرخ وقل له لا تسألني لا تسألني بس هي راح تموت وتموت بسبب آني آني اللي سمحت بموتها قبل بضع ساعات لما انصحني المدير وراد مني شغلي بعد ما خلصت الشغل اخذت اللابتوب وبديت ابحث عن وادي عبقار وعرفت كل هاي المعلومات اللي قلت لك عليها عنها ولكن اثناء مااني ابحث عن هذا الوادي احد زملاء اللي هو سعود شافني واني ابحث ولاحظ علي انه انا مرتبك فتقدم باتجاه وقاعد بصفه وقال عمران انتش قاعد تسوي فقلت له لا لا منضوع هيتش يشغل بالي ودأ ابحث عنه فبوعله وقاله هيتش وجهك صاير اصفر وبينه وبينك انا من سكان هذا الوادي سابقا فلو صاير شيو ياك انا اقدر اساعدك اهناني انا حسيت اني لقيت الشخص الصح فقعدت وياه وسولفت لكل الاحداث ودلاني على ابو عباس وقدر يسولف لي عنه قال لي ما الك حل غير ابو عباس هذا الشخص معروف بالوادي واللي مشهور ومعروف عنه انه يقتل العفاريت اللي تحمل صفات بشرية وهو اللي يمنع انتشار هاي الكارثة اللي نادرا تصير والجن بصورة عامة بذاك الوادي يخافون منه بسبب قوة ايمانه انا راح ادول لك رقمه وانت تواصلوا ياه وبالفعل انطاني رقمه واتواصلتوا ياه فقلت الرضاة هسا جاوبتك على كل الاسئلة اللي يجدت ببالك بعد مرور يومين من هاي الحادثة اخذت جازه لاني ما كنت قادر استوعب كل هالاحداث اللي صارت وياي في فترة قصيرة ورضا قدر يحصل النفسه علاج لكن هذا التشوه ما راح من وجهه واصلا قطع علاقته وياي بسبب الحادثة اللي صارت وما قدر يسامحني خبس يا اصدقائي الهنا نكون وصلنا لنهاية هالقصة عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وكذلك تتابعونا على انستغرام اخوكم عبدالخالق سلام